نبارك لكم ميلاد الطاهرة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونطلب من الله بحب فاطمة أن يخضي حوائجنا وأن يشافي مرضانا وأن يرفع هذا البلاء عن هذه الأمة روى الشيخ الصدوق في علاله في علال الشرائع بسنده عن الحسن بن عبد الله بن يوسو بن ربيان قال أبو عبد الله لفاطمة عليها السلام تسعة أسماء عند الله عز وجل فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء إن أفضل أمر في هذه الليالي العظيمة هو التعرف على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أفضل شيء في هذه الليالي المباركة التعرف على مقامات الصديقة والإحاطة بمقامات الصديقة لا يسعه الإنسان العادي فالسعة الوجودية للإنسان قاصرة عن الإحاطة بالسعة الوجودية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه مثل الكأس الذي لا يستطيع الإحاطة بالبح ومحيط فإن الكأس لا يستطيع الإحاطة بالمحيط أو بالبح لأن سعته الوجودية أدنى وأقل فنحن سعتنا الوجودية لا تستطيع الإحاطة بالصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها كيف والإمام صلوات الله يقول سميت فاطمة بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها فمعرفة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها صعبة الإحاطة فلذلك صدرنا مجلسنا بحديث رواه الشيخ الصدوق عليه الرحمة بأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لفاطمة عند الله عز وجل تسعة أسماء نتكلم في ثلاثة محاور على ضوء هذه الرواية الشريفة المحور الأول هل هذه الأسماء الذي ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه التي هي تسعة أسماء هل هي أمور اعتبارية لا واقع خارجي وراءها أم هي أمور حقيقية لها واقع خارجي يعني بمعنى آخر هل هذه الأسماء هي أمور تشرفية أمور وسامية أعطيت للزهراء عليه السلام أم هي أمور وعلامات أو تقول أسماء طريقية لمقامات فاطمة صلوات الله وسلامه عليه لا بد أننا نعرف هل هذه الأسماء مجرد اعتبارات مجرد تشريفات أم هي حقائق فإذا كانت هي حقائق ما هي وما حقيقة كل مقام من هذه المقامات في الحقيقة والواقع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يتكلم تكلما ثنائيا أو مجازيا عن أمه الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه ليس هو في عباء في موسم تشريفي لكي كما نحن نوصف الآخرين بصفات قد تكون غير واقعية خارجية ما لها حقيقة في الخارج الإمام يقولون علماء الأصول في مقام البيان في مقام بيان حقيقة ومقام فاطمة فإذا الإمام في مقام حقيقة وبيان مقام فاطمة فهي تشير إلى مقام حقيقي وليس إلى مقام اعتباري تشريفي والدليل على ذلك أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو هو يقول إن لفاطمة عند من عند الناس قال لا عند الله والله عز وجل ليست عنده أمور غير حقيقية أمور مجازية أمور قد تكون شكلية صورية مثلا أنت الآن قد يقال عنك أنت إنسان متقن ولكن في الحقيقة والواقع أنت إنسان غير متقن من عند الله؟ قد يقال لك أنك خادم للإمام ولكن عند الله عز وجل أنت لست بخادم عند الإمام فلذلك القرآن يقول يوم تبلى السرائر تطلع حقيقة الإنسان في ذلك العالم فلذلك الإمام يبين للصديقة الطاهرة تسع مقامات ممقام واحد تسع مقامات للصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها عند من؟ عند الناس؟ لا عند الله عز وجل وليس عند البشر البشر ترى ما أعرف حق فاطمة صلوات الله وسلامه ما أعرف حقها فلذلك الإمام يشير إلى مقام فاطمة عند الله عز وجل إذا للزهراء تسع مقامات ونحن لا يسعنا في هذه الليلة التعرض إلى تسع مقامات يعني كل مقام يحتاج إلى كم؟ يحتاج إلى ليلة؟ يعني تسع ليالي وفي كل مقام ندخل أبحاث متفرقة وداخلية نحن هذه الليلة المباركة والعظيمة نطرح صورة إجمالية لإحدى المقامات التي تناولها الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو مقام المحدثة فإنت في الزيارة تقول السلام عليك أيتها المحدثة العليمة والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشار في هذه الرواية الذي نقلها الشيخ الصدوق في علل الشرائع أن للزهراء تسع أسماء نص على اسم ماذا؟ المحدثة ما هو معنى المحدثة؟ وكم احتمال محتمل لمعنى المحدثة؟ ساعات نقرأ بعض الزيارات وبعض الروايات ولا نتمعن في عمق المطالب الإمام يشير ترى في الروايات وفي الزيارات يشير إلى مطالب علمية ليس مجرد صف كلام لا يشير إلى مطالب حقائق وجودية ومقامية خلنا نأتي في هذه الليلة نصلط الضوء على مقام للصديقة الطاهرة تسمى المحدثة المحدثة محدثة يمكن أن نطرح احتمالين اثنين الاحتمال الأول أن نقول محدثة محدثة بفتح الدال في اللغة العربية يسمى اسم فاعل فاعل ومرة نقول أقول محدثة محدثة بكسر الدال اسم فاعل أن الزارة هي الذي تحدث وتارة نقول محدثة باسم المفعول يعني وقع عليها ماذا التحديث إذا احتملنا اسم الفاعل المفعول او اسم المفعول ما الفارق بين انا اقول الزهراء محدثة هي التي تحدث او ان الزهراء هي محدثة وقع عليها الفعل وهو الكلام ما الفارق بينهما الله وهل الرواية تحتمل اي معنى جاء العلماء وقالوا كلا الاحتمالين ممكن ثبوتا واثباتا ممكن من الناحية العقلية انها محدثة وقع عليها التحديث باسم المفعول ومحدثة هي تحدث ايضا انجي اول الى الاحتمال الاول وهو اسم الفاعل ان الزهراء هي التي تقوم بالتحديث هي محدثة هي التي تحدث الناس ورد عندنا رواية في امال الشيخ الصدوق وتخص ليلة ولادة الزهراء سوف تسمعها في ليلة ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه شنو يقول الرواية عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه المفضل ابن عمار يسأل الامام الصادق يقول كيف كان ولادة فاطمة شنو صارت ولادة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه فقال ان خديجة لما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله حجرتها نسوة مكة حجرتها نسوة مكة فكان لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها يقول فاستوحشت خديجة لذلك اي امرأة من قرنش منعت ان تدخل او تسلم على من على خديجة جزعت خديجة وغمها صادها غم خديجة يقول فلما حملت بفاطمة كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصبرها وكانت تكتم ذلك من رسول الله يقول فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة تتكلم يا فاطمة فقال لها يا خديجة من تحدثين تتكلمين انت يمن فقال الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني شوف الزهراء صلوات الله وسلام عليها وحية في بطن امها كانت تحدث خديجة شوف مقام لمن مقام لفاطمة ومقام لخديجة لان خديجة في حالة كانت في حالة في حالة الجزع وحالة الغم الغم الله عز وجل جعل من فاطمة الزهراء وهي جنين في بطن امها انها تحدث امها وشوف هذا بين هذا المقام وبين مقام مقام عيسى مع مريم مقام عيسى مع مريم لما جاءت مريم لما جاءت مريم بعيسى قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فقالوا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيه شوف فرق ما بين مقام فاطمة ومقام نبي الله عيسى مقام نبي الله عيسى كان في مقام تحدي كان في مقام إحقاق حق وإبطال باطل فكان معجزته أنه يتكلم وهو في ماذا وهو في المهد بينما الرواية التي أشرنا إليها الزهراء في مقام التسلية وليس في مقام التحدي والإعجاز ففرق ما بين مقام أنك تتحدث وأنت جنين مع أمك في مقام التسلية وبين أنك تتكلم لإحقاق حق وإبطال باطل فرق ما بين مقامين مقام التسلية مقام عال جدا لمن؟ للمتحدث والمتحدث إليه لخديجة ولفاطمة صلوات الله وسلامه عليه هذا الإحتمال الأول وهو أن المحدثة باسم الفاعل بأنها هي التي قامت بالتحديث في رأي آخر يقول لا هي على نحو اسم المفعول أي أن الزهراء وقع عليها الحدث وقع عليها التكليم تقول هذا الرأي يوجد عندنا روايات متعددة أن الزهراء ليست هي التي تحدث وإنما الزهراء هي التي تحدث يعني يجون لها ناس يحدثونها من هؤلاء الناس يقول عندنا روايات نشير إلى روايتين في المقام أن الزهراء تحدثها الملائكة رواية أخرجها الشيخ الصدوق جاء شخص يسأل الإمام الصادق يقول ليش الزهراء سميت بالمحدثة ليش سميت بالمحدثة هو حطبالها رواي ليش الزهراء محدثة واش معنى محدثة أصلا في ذاك الزمن ما كانت تعدهم المعارف بالصورة الواضحة مثل الموجود الآن المعارف بالصورة الواضحة فجاء سأل الإمام لماذا سميت فاطمة بالمحدثة فقال له إنما سميت فاطمة بالمحدثة لأن الملائكة كانت تحبط عليها تحبط عليها الملائكة وتحدثها كما كانت الملائكة تحدث مريم يقول مثل ما مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطحرك واصطفاك على نساء العالمين أيضا جاءت ملائكة تحدث من الزهراء وفي حياة النبي الأكرم هذه رواية الرواية الأخرى تقول أن بعد وفاة فاطمة كلين يخرج رواية بسند معتبر يقول بعد وفاة النبي مكثت الزهراء خمس وسبعين يوم خمس وسبعين يوم مكثت الزهراء وكانت حزينة الزهراء كانت حزينة بعد فراق النبي يقول فنزل عليها جبرائيل يحدثها ويؤنسها بعد ويخبرها عن أبيها وعن مكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك يقول رواية فهذا مصحف فاطمة يقول بعد وفاة أبيها كان جبرائيل ينزل عليها فقط يسليها يخبرها يتكلمها وأمير المؤين يكتب ما يقوله جبرائيل وهذا مصحف فاطمة شوف هذا مقام المحدثة وصلنا إلى أي مقام نزول الملائكة وصلنا إلى مقام مصحف فاطمة وكل هذا يحتاج إلى أيضا إلى بحر وإلى نظر قرآني وإلى تدقيق تحليل ولكن ما يسعى المقام فلذلك السيد الخميني رحمه الله يقول لو قلنا أعظم مقام لفاطمة شنو أعظم مقام للصديقة الطاهرة يقول السيد الخميني أعلى مقام للصديقة الطاهرة نزول جبرائيل على فاطمة ليش؟ يقول إن نزول جبرائيل على فاطمة حتى بعض الأنبياء لم يحضن بها مو كل الأنبياء نزل عليهم جبرائيل وإنما نزل على الصفة ليش؟ يقول لأنه يحتاج تناسب ما بين مقام جبرائيل وبين مقام الذي سوف يتنزل عليه جبرائيل مو يعني تصور يعني ملائكة سيتنزل على كل شخص وكل واحد تحتاج إلى تصفية وتنزل ويحتاج إلى مقام يقول لو أنا سألتني أعلى مقام للصديقة الطاهرة لقلت إن أعلى مقام صفة المحدث في أبحاث أيضا نطوي عنها الصف ما يسع فيها المقام نأخذ خمس دقائق فقط للتكلم عن قضية أيضا مهمة وفي نفس السياق وفي نفس المطلب وهو إنه ظهر الجماعة في الثمانينات ادعت النيابة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وشكلت لأن الآن كيان ورؤى وأفكار خاصة وكل ما يجي واحد يرد عليهم يقول لك تدليس كذب ما قرأتون كلامنا بالصورة الصحيحة وما إحنا نقول هالكلام في هالدقائق نتعرض إلى رؤية من رؤاهم وهي قضية الحجاب هادين شنو يقولون في الحجاب الحجاب الفاطمي شون الحجاب أنا أنقل إليك نصين لقطبين من أقطابهم أنقلك نفس نصهم نص اللي كتبوه أحدهما كتبوه في مقال واحد ثاني في على الموقع أيضا مقال إيه أنا آخر لك نص الكلام الذي كتب ثم نعلق عليه بتعليقات بسيطة النص الأول للقطب الأول اللي يكون عليه محور جمعية مالتهم يقول أنا أيضا مع خيار كل أمرأة لا ترى الخمارة ملزما لها كعاصم بل تقدم سلوكها الرشيد المحتشم وخاصة أن كثيرات عشن ببيئات غير خمارية سواء ببلدنا أو كملايين الشرقيات والأوروبيات لكنهن محترمات شريفات مصونات جادات عاقلات فهذا المستوى هو المستوى العالمي الفطري وهو المستوى الذي كان بالمدينة ولم يفرض عليه النبي صلى الله عليه وآله خمارا بل كانت الإماء المسلمات لا يعتممنا الخمار هذا الرأي الأول النص الأول يقول في وجهة نظرة الحجاب ليس واجبا على النساء وإنما الحجاب أمر كمالي شنه دي لك يقول أن النبي لم يفرض على الإماء في أحد النبي الأكان في المدينة المنورة لم يفرض على الإماء الحجاب فالمرأة بحسب أعرافها عاشت في مجتمع مثلا في البحرين تلبس حجاب أفضل إليها ما تبي تلبس حجاب مو ملزم أنها تلبس حجاب ولكن المرأة التي لا تلبس حجاب انتم بعالت فاسقونها لا تطلعونها من الدين هذا أمر كمالي هذا النص الأول القطب الثاني قطب الثاني بعد من أقطاب أعمدة التجديد شي يقول أنا أنقلك نص عبارة يقول وأما النساء المسلمات اللاء يعيشنا في مجتمعات لا تأخذ بالحد الأعلى في اللباس عاشت في مجتمعات الحجاب اللباس ليس أساسي أوروبا دول مثل منفتحة فإن بإمكانهن العمل برأي بعض العلماء المجددين في تحديد اللباس الشرعي الواجب والضروري حيث قالوا بأنه ما يسر جذع المرأة ويجيوبها من أمثال الأستاذ سامر الإسلام أبولي فآراءهم قوية معتمدة على فهم نصوص القرآن وتحليلها ثم يلخص كلام سامر الإسلام أبولي هذا من المفكرين يقول لك أنا أعتمل على هذا المفكر شنو يقول ده؟ يقول واجب على كل النساء وفي كل الأحوال ستر الزينة غير الظاهرة بطبيعتها وهي مجمل الجدد من وين؟ من الرقبة حتى الوركين شاملنا الصجر والبطن والضهر والحوض والأرض وتستثنى منه الزينة الظاهرة وهي الرأس والعنق والدراعين والساقين وقسم من الفخدين بالمقدار الذي لا يكشف الأرض يقول هذا الرأي الثاني يقول أنا عندي اللباس الحجاب اللي عند المرأة هو يجوزها كشف الرأس والعنق والدراعين والساقين وجزء من الفخد يعني شنو الواجب سترة عند المرأة؟ يقول فقط السطر الواجب من مجمل الجدع الجدع هنا الرقبة إلى جوز من الفخد بحيث يغطي الأرض فقط شوف هاي قطب قطبين يتفقان على أن الحجاب شنو غير واجب أصح وإنما هو أمر كمالي انعلق بثلاث تعليقات مختصرة التعليقات الأولى انت جيت الدعي انك تجديد وتنسب نفسك إلى الفكر التجديدي تخالف ضرورة دينية مدينية قطعية انت متخالف فقط ضرورة مذهبية انت متخالفنا في الخمس مثلا في الإمامة انت تخالفنا انت تخالفنا في ضرورة دينية مثل وجوب الحج مثل عدد ركعات الصلاة هاي ضرورة دينية اتفق جميع المسلمين عليها جميع المسلمين قاطبا يرون أن الحجاب واجب مؤمنهم وفاسقهم حتى الفاسق فيهم حتى المغني حتى الراقصة لما تسألها عن الحجاب تعرف ان الارتكبة حرام هاي ضرورة دينية الامر الثاني انت شنون الجبلي حكم خاص بالاماء في زمن النبي الأكرام وترد يتعمم الامان إلى الحرة حكم الاماء في صدر الإسلام كان انها لا تستر شعرها لكن الحرة عندنا انها يجب عليه ستر الشعر الحجاب واجب كيف انت تروح للأماء اللي هو مو حكم خاص إلى الأماء وتعمم على سائر المسلمين على سائر المسلمات الأمر الأخير سامر هذا نفسه سامر اسلام أبولي هذا نفسه سامر اسلام أبولي عنده كتاب يسمون الكتاب اسطورة نزول المسيح أو شبيهه أو ظهور المهدي هذا ليه كتاب بها الاسم اسطورة نزول المسيح أو شبيهه أو ظهور المهدي سأله سؤال في صفحة 141 هذا سامر اسلام أبولي سأله هذا اللي يقول معتمد وآراء قوية ويعتمد على تحليل الناس سأله سؤال شنو هذا السؤال هل فكرة المهدي من أركان الإسلام أو الإيمان وثابتة بالقرآن بنص قطعي الدلالة وبالتالي من يرفضها يكون كافران اسألهم اسألون السؤال هل فكرة الإمام المهدي يا سامر اسلام أبولي فكرة من أركان الدين الإسلامي بحيث إن اللي ما يعتقد بالمهدي يكون كافر يقوم يستعرض الآيات يحللها يوصل إلى نهاية إن أصلاً ما في إمام يظهر في آخر الزمان وإن هذه مجرد خرافة إنتون حين تعتمدون على سامر اسلام أبولي إلا ينكر إمامة الإمام المهدي يعتبرها خرافة بغض النظر بيولد ما بيولد هو يعتبره يقولك خرافة خرافة فيلزم منا يلزم منا إنكم أصلاً ما ذهبكم بعض الطاطر إنتون تدعون النيابة عن من؟ عن الإمام المهدي وهذا اللي اعتمدت عليه سامر اسلام أبولي هو يقولك أصلاً الإمام المهدي خرافة فإذا إنتون تبون تلتزمون به في الحجاب أيضاً تلتزمون به في نفي الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم وإذا لا إنتون تقولون لا احنا نؤمن بفكرة الإمام المهدي فإذا يجب عليكم ما بالتكذيب سامر اسلام أبولي في فكرة الحجاب يجي واحد الثلاث يقول لا ليش تقول شلي يعني؟ ليش ما نفترض إنه سامر اسلام أبولي في فكرة الحجاب جاب تحليل قرآني محتمد على الفان بصورة صحيحة بينما لما جاء إلى فكرة الإمام المهدي نفاها ما كانت عندها أدل قوية لو أحد قال نقول إن نفس العناصر اللي استخدمها سامر اسلام أبولي نفس العناصر ونفس الأدوات في تكذيب وجوب الحجاب نفس هالعناصر استخدمها في تكذيب الإمام المهدي نفس العناصر مختلف نفس الشي نفس الأدوات جاء إلى الآيات القرآنية أولها جاء هناك إلى الآيات القرآنية أولها هناك رمى السنة النبوية هنا أيضاً رمى السنة النبوية هو لا يرى السنة النبوية عنده رؤية سامر إسلام أبودي عنده رؤية في السنة النبوية حتى هو عنده كتاب يسمونه تحرير العقل من النقل ويؤيد أصلاً أنه أصلاً ما كتبت روايات إلا بعد مئات السنوات يعيد هذه الفكرة أنتون حين الإمام المهدي والنيابة وتقول لا تسلم عقلك ولا تروح ولا تؤمن عقلك بكل شخص أنت حين تركنا الفقهاء تركنا أمثال الشيخ التوسي أمثال الشيخ المفيد أمثال العلماء ورحت أنت إلى فكرة مثل شحروح أو مثل إسلام إسلام أبودي هذا الذي حتى علماء أهل السنة يرفضونه وتبقى تجعله دين وتجيده فكرة هذا أصلاً نوع من التعري شنو يعني إمرأة تخليها بلا حجاب وأنها تسر فقط جزء من رقبتها وجزء من فخدها شنو يعني هذا الدين الإسلامي يعني هل منطلق هذا الدين الإسلامي تعضع العقلة نسأل الله أز وجل في هذه الليلة أن تشملنا عناية فاطمة ومحبة فاطمة وشفاعة فاطمة بحق الصلاة على محمد وعالي محمد